السلام عليكم الله بفكرة لا الله يشازك دكتور والله يشازك على كل حرف وكل نقطة احنا كنت نتشرفوا بها كنت نصحنا بها والحمد لله بارك الله بفكرة الله حافظك الله وراعك دكتور يرعيز عسرك عندي عندك واحد طالب مرحبا انا بقدك الدعالي غير مع الولد ديالتي الله يروح للعمالية نجح لها وشاء الله وتفقوا اطنود السلامة يا ربي يا ربي وكل مسلم وكل من هو عيان يا رحمن يا رحيم هذا هو الطالب ديالي يد الجلال والإكرام يد الجلال والإكرام يا ربي للفتيحة حافظك الله يا ربي احزاك الله خيرا عنا اعزاك الله شكرا وانطلب من سدى المستمعين نزولا عن طلب للفتيحة اكيد ان كل واحد في بيته مريض لا شك ان كل واحد من المستمعين والاحباب في كل مكان في كل بيت هناك مريض اللي ما كان مريض بمرض عضوي انا مريض بمرض نفسي واللي ما عنده مرض نفسي رأى عنده مرض روحي ما كانش شي بيت من البيوت اللي ما فيش مريض او سقيم او عليل مع العلم ان الامراض النفسية هي اكتر بكتير من الامراض العضوية الان كيقولوا بان منظمة الصحة العالمية كتقول بان ما يزيد عن 67% من الامراض المنتشرة في العالم را ما شي بغيس كورونا را هو الامراض النفسية اكتر من 67% من الامراض المنتشرة في العالم الامراض النفسية القلق، الهم، الاكتئاب، الوسوس القهري، الحمق، الجنون، الانفصام في الشخصية واحد مجموعة للأمراض كثيرة جدا المرض عضوه حاله سهل كان صبره وربيه احتكيه انزله فهم اللي عنده المرض النفسي رهيب جدا عذاب نفسي أليم أما المرض الروحي هذا أخطر من الخطر أخطر من فيوريس كورونا أخطر من كثير أجربي أسول لعندهم الأمراض الروحية عندهم الجنون وعندهم الرغبة في الموت والانتحار والعياد بالله لكن ربنا سبحانه وتعالى في كل هذا كيوررنا واحد جانب من جوانب الجباروت عند الحق عز وجل الله تعالى لطيف بالعباد الله لطيف بالعباد ولكن بالمقابل كيبغيورنا الله تعالى الوجه الآخر هناك الشدة وهناك الرخاء هناك الرحمة وهناك العقاب الله لطيف بعباده ورحمة وساعد كل شيء ولكن بالمقابل إن الله شديد العقاب البعض ربما قد يغفل يغفل بأن الألوهية مقام الألوهية رفه القوة والجباروت فربنا عز وجل بينثين والأخرى يصيبنا بمثل هذه الأشياء من أخطر 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 المصائب للشتف حياتي هي ما يسمى برفع الستر رفع الستر هي أن الله تعالى كيجال الإنسان ويرفع ستره عليه ككل إنسان مدنب فيفتضح أمره بين الخلق كلهم أخطر ما لكي أدى الانتحار معظم المنتحرين افتضح أمرهم ورفع عنهم الستر من عند الله هذا عقاب صلى الله عليه وسلم والعافية وأخطر منه كذلك وهو السلب بعد العطاء السلب بعد العطاء كي يعتقد الله وحد النعيم وحد الرخاء وحد السحاء أو وحد المال أو وحد الحضوة أو كرسي للحكم هو من البادي يسلبه منك يقولك اللهم إني نسألك نعود بك من السلب بعد العطاء وغيرها من الابتلاءات كل هذا على مدى يحيلنا يحيلنا على أن الله عز وجل يلفت انتباه الخلق بأن هناك خالق كل ما يقع في العالم لأن الناس انسوا في العالم انسوا بأن لماذا خلقنا أصلا الآية العظيمة التي نبغي أن نكتوبها ببند عريض ونعلقها في بيوتنا وحبّد لو أن وزاة الأوقاف الشيء الإسلامية والمجالس العلمية بالمملكة الشريفة تقوم بكتابة لافتات كما كنا معهود نقرأها بقى كنا قال في الثمانينات والتسعينات كانت واحد سنة عجيبة تقوم بها وزاة الأوقاف الشؤول الإسلامية بمعية المجالس العلمية اللي كانت تسعى محدودة لأن هذه السنة الحميدة أن في الشوارع الكبرى كالقولة فيتات مكتوب فيها آيات قرآنية آيات قرآنية مطمئنة تلقى مثلا وإنك لعلى خلق عظيم كي كل إنسان ما غير خلق سيء يشوف هذه الآية فيرتدع أو آيات كثيرة متعددة نحن اليوم أمام هذه الأجواء المبوؤة خاصة وزاة الأوقاف الشؤول الإسلامية بالتنسيق مع الجماعات المحلية في الشوارع الكبرى بالمملكة نكتبو لفتات ونعلقوها من بينها مثلا الدعوة للاستغفار قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجع ومن كل ديق مخرجع ورزقه من حيث لا يحتسب وندعو المواطنين أيها المواطنون خير وسيلة للحماية التامة ما شوى توزيع الكمامات والبحث عن التلقيحات لا لا أعظم شيء وهو الاكثر من الاستغفار نكتبو الآية القرآنية العظيمة لقال في الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يسمعوا الناس في الشوارع الكبرى ويتبقوها نعمة عظيمة الناس اللي عندهم الرعب من الموت نكتبو الآية الكريمة اللي في صوت الجمعة قل إن الموت لتفرون منه فإنه ملاقيكم ما تخافش إلا كانوا لا أخشي غرب من قدر الله هذه الآيات لا بد أن نكتبها في كل مكان وخصوصا خصوصا الآية رقم واحد ما هي؟ هي قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما يقع في العالم هو رسالة من السماك يقول الله تعالى واعبدوني يا خلق لقد نسيتم وظيفتكم الأساسية الناس نسألوا وظيفة ديالهم كالقول معسكر الشرقي يتصبق نحو التسلح والمعسكر الغربي حتى هو عنده التسلح والتنين الصيني يكتسح الاقتصاد العالمي وكل يغني بليلة وكل شيء يتفخر وكل شيء يقول لك 2030 سوف نقتحم الأسواق العالمية 2050 سوف نقوم بكذا وكذا والدراسات المستقبلية ونسوا بأن ربنا عز وجل حاضر معنا ونسوا بيقولوا غير انشاء الله لو قالوا انشاء الله كان ربي غني سهل فهذه دعوة للعبادة كل واحد مني يكتب واحد الورقة في غرفة نومه أو في الصالة اللي يسمع أولدته قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فحينما ننخلط في العبادة الصادقة كونوا على عم وكونوا على يقين بأن الله جل جلاله الفتاح العليم الرزاق الكريم سوف لن نرى إلا ما يسرون سوف نرى الصحة والعافية بلا طبيب بلا ممرد بلا سيدلي بلا راقي صحة وعافية جيدة سوف نرى الرزق الوفير رغم هناك حديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية رزق وفير حتى القيل عن التساقطة المطرية سيأتيك الضوء بالأرزاق من حيث لا تدري كل ما نتمناه سوف يحصل بإذن الله الواحد الأحد والحل وهو الاجتهاد في العبادة وما خلقت الجن والإنس را الجن واللي كي عبدو كتر من الإنس الجن واللي فيهم عباد وزهاد الناس لكي مأسوا الرقية الشرعية وكتلقوا مع الجن مبقواش يتلقوا مع شو واحد ملبس جني مسيحي ولا يهودي ولا لديني كتلقوا معظمهم جن مسلم أنا آخر مرشت واحد سيدة في هالمس قتليكي جأنكي قل لي نضي صلي وكيقول لي كيقول لي يلبسي الحجاب وستوري شعركي كيقول لي اقرأي القرآن كل يوم قلت لهذا الجن اللي عمر ليه الدار هذا الجن مبارك هذا الف مرحبا بنتلقى مع أنس اللي معليون عنقو ونقول له الله يجمعنا وإياك في وسع رحمته الجن واللو أكتر عبادة من الإنس هذه كل ما يقع لنا دعوة من السماء أن كل واحد مني يجتهد أكتر وأكتر وأكتر في العبادة والطهاء فأسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ولل فتيحة من أسفي انطلبوا الله تعالى المهمة ديالك اللهم شافيها اللهم جبر عظمها اللهم قوي شكيمتها اللهم طهر دمها اللهم شافيها وعافيها من كل داء ومن كل سقم اللهم رب الناس أذهب الباسة اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم نسأل الله أن يشافيها ويعافيها وكل مريد وكل سقيم لكن في كل بيت وكل منزل وكل محل اللهم شافينا أجمعين وعافينا أجمعين وارحمنا برحمتك الواسعة أجمعين إنا هدنا إليك وإنا تبنا إليك وإنا لله وإنا إليه رجعون السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة